ألبوم جديد بعد سنين تطلقه هبة توجي ما لا شك فيه حضراتكم عارفين يعني هبة من أجمل ومن أقوى ومن أحلى ومن أبدع الأصوات العربية بشكل عام معنا على سكايب مش التليفون طيب يلا بينا بقى يا هبة مساء الخير مساء النور أولا مبروك 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 على الألبوم شكرا أنا دايما لازم أسأل السؤال ده الذي يبدو معتادا هو ليه سنين ما بين كل ألبوم والتاني لأنه مهم أنه الفناني ياخد وقته بالأعمال اللي بيحضرها والبيشتخل عليها حتى يقدم عمل محترم ورائي بمستوى محترف جدا وكمان فيه ظروف محلية وعالمية أخرت كمان شوي الشغل على الألبوم مثل أكيد فيروس كوفيد وأكيد الأوضاع الصعبة اللي مر فيها لبنان ولازالة اليوم بيقطع فيها وأنا شخصيا كمان صار فيه تغيرات بحياة تتجوازت وصار عندي طو بايبيز يعني كل هالأمور كمان أخرت الشغل على الألبوم ولكن اليوم عم يصدر بالوقت المناسب لأ أولا مبروك طبعا على الجواز ومبروك على الولاد ربنا يخليهم ويبارك فيهم بنات أولاد أساميهم إيه؟ مائل وريتا وريتا إيه الأسماء؟ عندهم قد إيه دلوقتي؟ مائل عمره سنة وعشر تشهر وريتا عمره شهرين ونصد الله طيب أولا طبعا أنا يعني كل اللي يعرفوني يعرفوا هو مقدار محبة لبنان في قلبي قد إيه فأنا أتمنى معاكي أنه ربنا يقوم لبنان بكل هنا وبكل سعادة وبكل صحة أصل لبنان دي يعني في قلبي وفي قلبي أسرتي بالمناسبة لأن احنا لنا تاريخ لبناني كده يعني شويتين هنبقى نحكي لما تيجي مصر ضروري لكن أكيد وأنا مش متولة جاي قريبا جاي حلوة بقى قريبا دي إمتى؟ في 16 يونيو 16 يونيو ده شعر جايب إن شاء الله في 16 يونيو ستكون بكايرو أوبرا هاوس إن شاء الله هايل وحكون أكيد برفقة سيني سيمفوني أوركسترا وبقيادة المايسترو أحمد عوادة وأكيد مخرج الموسيقى وسامر رحباني هايل هايل خلاص أنا حاجزت التذكرة من دلوقتي بكرة الصبح هقول لهم أن أنا عندي المعلومة إن هيبة جاية فأنا هاخد تذكرة صف أول أنا لازم ونحن متشرف بوجودك لا ده أنا اللي أتشرف وأسعد وأبقى مبسوط جدا إلى أبعد الحدود يعني أنا من جمهورك وده بجد يعني مش كلام مش كلام على الهوى على رأي اللبنان مش طاقة حانك كلام جد وأنا كمان كتير سعيدة أنه رح أرجع التقي بالجمهور المصري من بعد كذا سنة لح نرجع نلتقي على المسرح العريق بتشرف غني عليه وإن شاء الله أكيد نحن على اللقاء بجمهور المصر يعني حيكون قريبا بإذن الله بإذن الله بصي يعني أنا هحتاج أنه أسمع صوت هبة سلمولي على مصر على ما تيجي يعني إحنا في مصر بنسميها إيه؟ تصبيرة كده لحد ما تجلنا هلأ دلوقتي؟ ينفع؟ ولا مو؟ أحد أنبه لك يا هيك عصبريع ماشي تفلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان تفلم على مصر واحد واحد بالإسم كمان مصر العشري المديافة وجودها في الدنيا إضافة هي الحكايات المتشافة لي بقالها زمان الله 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 اللهالله وأكيد لحنغنيها بإذن الله لما هتيجي 16 يونيو وأكيد لحنغنيها ولحنغني كمان أغاني من الألبام الجديد وأكيد بعد سنين بإذن الله بعد سنين لكن خلص من هنا ورائح مش هيبقى بعد سنين أوه إحنا بنتكلم على بعد كامي يوم لما توصلي مصر بالسلامة في 19 يونيو القادم بإذن الله وعايز إنه لما هتيجي إن شاء الله وتعملي الحفلة بتاعتك اختاري بقى قبلها ولا بعدها تنورينا في الستوديو أرجوك أكيد أكيد نبقى على اتصال ومنذبتها بإذن الله تتذبط بإذن الله كل الشكر ليك ألف 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 شكر ونشوفك على خير تيجي مصر بألف سلامة وأنا خلاص كده حجزت التذكرة بتاعتي شكرا جدا ليك يا إبا شكرا ألف ألف شكر كل الشكر اللي الفنان اللبنانية الرائعة بصراحة هي بتحب مصر من قلبها بالمناسبة يعني ولازم تناجح حتى كل الكلامها والإنترفيوز اللي كانت بتعملها هي فعلا بتحب مصر وإحنا فعلا بنحب لبنانيا